بعد مباراة غينيا كان فيه ناس كتير زعلانة من الأداء وخايفين والآنين وقال لك احنا نفضل عايشين نفس الأجواء بتاعت الكرة دي ومنلعبش كرة حلوة وناس تانية أكثر تعقلا يعني يقول لك ان دي مواجهة الأولى لعيب جلال من فعش انه حكم أبدا على شكله والأداء المنتخل مهم كانت النتيجة انت شايف ناخد ايه من مباراة غينيا نعمله في مباراة أسيوبيا شايف الإجابات اللي خدناها من مباراة غينيا هتفيدنا في مباراة أسيوبيا بص كريم خليني اقول لك ان انا متوقع بنسبة 99% ان مباراة أسيوبيا هتبقى نسخة تبقى الاصل من اول مباراة لإيهاب جلال مع منتخب مصر وهي مباراة غينيا خليني اتفق على حاجة مبدئيا انا من وجهة نظري شايف ان من 6 2022 لغاية 6 2023 وقت اقامة كاس الأمم الأفريقية انا شايف السنة دي مع كابتن ايهاب جلال لازم تتقسم لثلاث مراحل اول مرحلة فيهم هي ضمان الصعود لكاس الأمم الأفريقية 2023 دي اول مرحلة دي بالنسبة 80% هتتحسم من اول مباراة لو قدر ربنا ان شاء الله اللي احنا قدرنا نفوز على اثيوبيا احنا بنسبة 80% احنا متأهلين لان اول وثاني المجموعة بيتأهل دي المرحلة الاولى المرحلة الاولى دي مطلوب فيها زي ما حصلت بالظبط ان ما يبقاش فيه تغييرات كتير على مستوى التشكيل الاساسي ان ما يبقاش فيه مخطرة في خطة اللعب او في الافراد اللي بتنفذ خطة اللعب دي خصوصا كمان مع وجود اصابات وغيابات في المنتخب اول مرحلة عندناها فيه مرحلة التجارب بحساب المراكز او الافراد فيه ممكن قصور شوية فيها او فيه مستوى متوسط فيها ان يبتدي يتجرب عناصر تانية في نفس المراكز دي بحيث ان احنا نشوف الاداء معاها ممكن يختلف ولا لان انا بالنسبة كبيرة جدا الموضوع ليه دعوة بالقدرات الفنية اكتر ما منها خطة لعب لان احنا جربنا 4-2-3-1 وقت كوبر او كابتل حسام البدري جربنا 4-3-3 وقت كيروش دلوقتي بنجرب 4-3-3 والاداء ما بيتحسنش خصوصا عن جانب الهجوم اخر مرحلة هي مرحلة جمع او تثبيت التشكيل وفي نفس الوقت ان احنا بنبص على تصوصيات كاس العالم اللي جاية في التصنيف بتاعي لازم يبقى فيه خطة مدروسة لمباريات ودية على مستوى اعلى شوية يكون فيها تثبيت للتشكيل ده اللي يكمل ان شاء الله معنا لتصوصيات كاس العالم فبالتالي انا شايف ان دي تلت خطوات او تلت مراحل في السنة القادمة فاول مرحلة انا مش حاسس ان اهبقى فيه تغيير في المباراة القادمة ان شاء الله